معلومات جديدة تكشف حقيقة فيديو الامتحانات هذا الخبر الذي جاء في هذه الصحيفة نطالع في تفاصيله تحصلت الانتباه أونلاين على معلومات جديدة حول فيديو تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يحوي صورا لطلاب من داخل حجرة الامتحانات يقومون بحل الامتحان من الكتب ويتحدثون مع بعضهم دون وجود مراقب داخل الحجرة وكشفت المصادر أن سلطات الأمنية قامت بالتحريات اللازمة والتي أسفلت عن القبض على ناشر الفيديو بتاريخ الرابع من مارس وهو الطالب صاد ألف ألف الذي يجلس بمركز بإحدى المدارس النموذجية بنيالة ويسكن بحي الدرجة الرابعة بنيالة جنوب دارفور وقالت المصادر أن المتهمة أقر بأنه ناشر الفيديو وأن زميله صاد يسكن بنفس الحي هو من قام بتصويره وأن ذلك لم يكن خلال امتحانات الشهادة السودانية الجارية حاليا بل أثناء الامتحان التجريبي في فبراير الماضي